هذه أبرز العنوين أزمج الدولي المغربي نايف أكرد تكبر مع نادي ويسام يونيتد الإنجليزية والأخير يفكر في الرحيل هذا الصيف نادي ميلان الإيطالية يفاجأ الجميع ويقرر ضم مهاجم المنجخب الوطني المغربي في الميركاة الصيف القادم بعرض كبير تخيل نصير مزراوي لعب في المركز الضهير الإيصر مع المنتخبة المغربية ولا أعرف إذا كان بإمكاني خوط 90 دقيقة كاملة أمام كولون أمين غويري لعب المنتخبة الجزائرية يخرج بتصريح مفاجئ على النجم المغربي غشرف حكيمي بعد ترشيحهما إلى جائزة أفضل لعب إفريقي في لاليغا الفرنسية تعرض ديفيد مويس مدرب ويسام يونيتد الإجليزي لانتقادات قوية لعدم اعتماده على الدولي المغربين في أكرد خلال مباراة التي خسيرها فريقه أمام مضيفه الألماني بير ليفركوزن بهدفين لسفر في ذهاب ربع نهائي المسابقة أوروباليكا حيث أكدت تقارير الصحافية البريطانية تقول إن مويس ارتكب خطأا فادحا لعدم اعتماده على أكرد ضد ليفركوزن وتركو خارج التشكيل الأساسية ومن جهة أخرى فإن الإعلام أشار إلى أن المدافع المنتخب المغربي نيف أكرد هو اللعب الأعلى تصنيفا بين جميع مدافعين نادي ويسام يونيتد على موقع سوفا سكورا ويحتل المركز التالي في ترتيب العام في فريقه بأكمله إلا أن المدرب لا يعتمد عليه منذ فترة طويلة ويرغب نادي ويسام يونيتد الإنجليزي في بعقد الدولي المغربي نيف أكرد من أجل الحصول على عائدة جمالية كبيرة تنعيش خزينة النادي خاصة وأن اللعب مطلوب في الدور السعودي للمحشرفين ولي الفرنسي في المركات الصيف المقبل أفات التقارير الصحفية الإسبانية حسب صحيفة إيسا أن الدولي المغربي عبدالصمد الزازولي لاعب ومهاجم نادريال بيتيسال إسبانية يحظى بإهتمام نادي ميلان الإيطالي في مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة وحسب صحيفة إيسال إسبانية فإن نادي ميلان الإيطالي مهتم بالتعاقد مع النجم المغربي عبدالصمد الزازولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مبرزا أن الروسينيري أجرأ اتصالات لمعرفة وضع العديد من اللاعبين الشباب في الصيف الماضي ويتابع تطورهم وأشرت المصادر الإعلامية إلى أن الدولي المغربي عبدالصمد الزازولي يوجد ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة ريال بيتيس بعد نهاية الموسم الكروي الجري لعدم اقتناع مسؤولي النادي الإسباني بما يقدمه اللاعب مؤخران ويذكر أن الدولي المغربي عبدالصمد الزازولي كان قد انتقل إلى صفوف ريال بيتيس في الملكات الصيف الماضي قادما من نادي برشلونة بعقد يمتد حتى صيف عام 2028 تحدث طمس تخيل مدر فريق بيام يونخ الألماني عن إمكانية توظيفة دولية المغربين نصير مزراوية في المركز الضهير الإيسر أمام كولونا لحساب الجولة التاسعة والعشرون من الدولي الألمانية وقال تخيل في الندوة الصحفية الخاصة بالمبارات بخصوص شغل مركز الضهير الإيسر لدينا بعض الخيارات يمكن أن نقوم بتبديل مع رفايل غير لكن مزراوي لعب أيضا في نفس المركز مع المنتخب الوطني المغربي ولا أعرف ما إذا كان بإمكانهما لعب 90 دقيقة كاملة في تلك المبارات واختجم طمس تخيل حادثه بالقول سنقوم بمنحهما مزراوي وغيره دقائق في الحصص التدريبية حتى يكون جهزين لمبارات يوم الأربعاء المقبل وسيستقبل باير ميونخ الألماني ضيفه لو كون غدا السبت على أرضية الملعب أليانز أرينا انطلاقا من الساعة الواحدة ونصف زوالا بتوقيت غرينيتشا رشح الدولي الجزائري أمين غويري لعب صادرين المغربية الشرف حكيمي للفوز بجائزة مارك في فيانا فوي لأفضل اللاعب إفريقي في الدول الفرنسي لعام 2024 وقال المهاجم الجزائري في حوار مع الموقع الرسمي لفريقه رين أن تكون من بين الأفضل اللاعبين الأفارقة هو أمر رائع جدا لا أعتقد أنني سأفوز بها ولكنه أمر مشرف وتابع أعتقد بأن النجم المغربية الشرف حكيمي هو المرشح الأبرز للضفر بهذه الجائزة المهمة إنه يقدم موسما جيدا رفقة فريقها وهو ظاهر هجوم رائع وبديل للكثير من الجهد واختتم حديثه بالقول أشرف حكيمي كان حاسما في عدة مناسبات مع فريقها إنه لاعب جيد جدا بالإضافة إلى أنه جيد في اللاعب الجماعي يشار إلى أن القائم المرشح ضمن 11 لعبا من بينهم ظاهر بريسان جرمان أشرف حكيمي والجزائري نابيل بن طالب نجم نادي ليلا ومواطنه أمين غويري نجم نادي رينا أبدى الدولي المغربي عز الدين أونحي لعب نادي أولمبيك مارسيلي الفرنسي تقته في قلب الطاولة على بن فيكا في مواجهة الإياب بعد الهزيمة في الدهاب ربع نهائي الدول الأوروبي بهدفين لواحدة وقال أونحي في تصريحات التي تلت المباراة لقد قدمنا شوطا ثانيا جيدا للغاية وأظهرنا بعض الأشياء الرائعة أنا مقتنع بأننا سنفعل ذلك على أراضينا وأمام جماهيرنا الأنصار لا يزالون معنا ودائما خلفنا على الرغم من نتائج في البطولة الملعب ممتلئ دائما وخاصة في الدول الأوروبي وأكمل حريطة لدينا شيء لنفعله في ملعبنا إنها نسبة متساوية للتأهل بن فيكا فريق جيد جدا في ملعبنا من الصعب اللعب أمام أنصارنا وسنبدل قصار جهدنا لعكس هذه النتيجة ونمبيك مارسية في الدول الأوروبي ليس مثل البطولة خاصة على أراضيه مع جمهورها حيث يصعب الفوز علينا واختشى مع الزد الأناحية لدينا الكثير من الإصابات ونحن نحاول مساعدة مثل لويس هنريكي الذي بدأ من الميدان ثم انتقل إلى اليسارة قبل أن يعود إلى اليمين نحاول التقييم وتقديم كل شيء للنادي هناك مصابون ولعبون سيعودون من جديد